السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرانت موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير منظومة متكاملة من الخدمة الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الاعاقة الحركية على اساس علمي سليم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرتي التضامن والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والواقاية وعدد من المزئولين واصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لانشاء مجمع صناعي للاجهزة التعويضية يعد تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمشاركين في منتدى شباب العالم والذي يحمل اسم وارلد ياث فوريوم حلقات الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى وذلك من خلال منصة مرسلة بجانب بعض المهام التنظيمية والتي تساعد المشاركين في الورش والفعليات طوال ايام المنتدى وسيتمكن مستقدم التطبيق من الوصول الى المعلومات المطلوبة حول اجندة المنتدى وموقعه والمتحدثين جنبا الى جنب مع الجدول الزمني والتوقيت اليومي لكل جزء من الحدث وستعمل الاشعارات الفورية على ابقاء المستخدم على الطلاع بشأن اي تحديثات للحدث ايضا يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود البلاد اليوم الاحد تقص مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يسود ليلا تقص شديد البرودة على الانحاء كافة كما يتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناع على فترات متقطعة تتعرض محافظة مطروح في الساعات الاولى من صباح اليوم لنشاط ملحوظ للريح مما ادى لتساقط الامطار بكميات متوسطة الى كثيفة من جانبها اعلنت الاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنصيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة التقص السيء وازالة تجمعات مياه الامطار بسيارات الكسح اعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اكتمال انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف الدولي من العراق واكدت القيادة ان من بقي على الاراضي العراقية فقط هم الخبراء من الاستراتيجيين والامنيين والفنيين وباعداد ليست كبيرة وشددت على ان انسحاب قوات التحالف الدولي لن يؤثر على الفعاليات الامنية في البلاد كونها لم تشارك باي عملية امنية نفذتها القوات العراقية ضد الارهاب قال التحالف العربي في اليمن انه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة اطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية واشار التحالف الى رصد مصادر تهديد الطائرات المسيرة من داخل العاصمة صنعاء مضيف انه استجابة للتهديد فانه يتم اجراء مراقبة استخباراتية وتحضير عملياتي لضربات جوية تجاوزت اوروبا عتبة المائة مليون اصابة بكورونا تم رصدها منذ ظهور الفايروس في ديسمبر 2019 ووفق تعداد وكالة فرانس بريس فقد سجلت اوروبا التي تشمل اثنتين وخمسين دولة ومنطقة مائة مليون واربعة وسبعين الفا وسبعمائة وثلاث وخمسين اصابة اي اكثر من ثلث الاصابات في انحاء العالم التي تخطط مائتين وثمانية وثمانين مليونا وتشهد المنطقة حاليا مستويات اصابة غير مسبوقة مع تسجيل نحو خمسة ملايين حالة في الايام السبع الماضية بزيادة قدرها تسع وخمسين بالمئة عن الاسبوع السابق وضع الاتحاد الاوروبي خططا لتصنيف بعض مشاريع الغازة الطبيعية والطاقة النووية استثمارات خضراء بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن اي من الاستثمارات تعد صديقة للبيئة ومن المتوقع ان تقترح المفوضية الاوروبية قواعد في يناير تحدد ما اذا كانت مشاريع للغاز والطاقة النووية ستدرك ضمن تصنيف التمويل المستدامة الخاص بالاتحاد الاوروبي وتشمل هذه القائمة الانشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين ان تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء وللمزيد من الاخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم انا سار عبدالله شكرا على طيبة المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة